موسيقى موسيقى رجعنا لكم تاني في الجزء التاني من مردميجنا النهاردة ولو بتكترحنا في المقدمة كنا بنتكلم على المثلث الصحة وانه هو عبارة عن جزاء صحي آمين عبارة عن رياضة عبارة عن دواء وكل دول مرتبطين بالحلال النفسية الان برنامج ساعتك سروتك بيتلاول كل المواضيع اللي تخص الصحة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الفقرة بتاعت النهاردة برضو انا يهمني تعرفوا حصلت ازاي انا جالي تليفون منضيف اللي انا هشكره على الهوى كانت الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا حلقة اللي يجهر بيكلم على التنمية البشرية الناس دايما عندها كونفيوزد عندها سوق فهم او بتدخل ما بين التنمية البشرية وما بين الموارد البشرية بالصدفة كان فيه شركة دوا احشيكات دوا كان العمال بتاعها عاملين اضراب فمن هنا جات الفكرة بتاعت الفقرة النهاردة ان احنا محتاجين نفرق ما بين التنمية البشرية والموارد البشرية ودور الموارد البشرية مع العمال اللي بيعملوا في مجال الدوا خلينا الاول نرحب بضيف وضيفكم دكتور احمد درويش مدير الموارد البشرية والتدريب باحتشيكات الادوية صارفة دكتور احمد سبع خير يا دكتور انا حبيت اشكرك على الهوى شكرا لان انت كنت تحريص انك تعرف او تفرق على ان الناس الفارق بين الموارد البشرية وبين التنمية البشرية انا باشكوا انا باشكوا حيك انك اديتني الفرصة دية ان احنا نتعرف وان شاء الله نكون بنتكلم بطريقة نوصل بها للمشاهد اللي في قطاع ده واللي مش في قطاع ده تمام هو عايزين نتفق ان القسم الموارد البشرية ليه وظائف كبيرة جد كتيرة وهو علم وموهبة وخبرة تمام لكن من ضمن وظائفه التدريب يعني انا قسم الموارد البشرية من ضمن مسئولياتي ان انا ادرب الموظف اللي عندي عشان احتفظ به في اعلى كفاءة يديني اعلى انتاجية حيك قلت موهبة وعلم علم الموارد البشرية تلت حاجات اه لازم يكون علم اصلا علم لازم ندرس وناخد دراسات فيه ودبلومات وشهدات وم بي او وطفر يعني وفي نفس الوقت اللي يكون عندي مهارة لازم اشتغل في موارد البشرية بي عنده مهارة هنقول منهم اهم تلاتة اللي هي مهارات التواصل مهارات التفاول تلت اي بقى مهارات حل المشاكل تلت حاجة خبرة عايز بي اروح للمهارة اتفضل اي فن هي المهارة هنا بتبقى حاجة مكتسبة يعني اي حد ممكن يشتغل في الموارد البشرية اقول له حضرتك لو خد العلم هنيجي بقى نقطة ايه انه يكتسب الخبرة لازم يتضرب مع اسطاف تانيين عشان كده الشباب الجداد اللي لسه انترسد ان هم يدخلوا المجال دوا بننصحهم ان هم يشتغلوا حتى فريق ينزلوا تدريب في شركات يعرفوا يعني ايه قصو الموارد البشرية تعرف رسالتك السؤال دا ليه لو قلت ايه من رسالة الصحة كده تمام حلو اوي حقيقة دراتي بتقول لها لازم تبقى موهبة جزء من نجاح الشخص في قسم الموارد البشرية انه يبقى عنده موهبة ازي ما قلت حقيقة موهبة ايه حل المشاكل النيوشيشن التفاوض تمام واهم منهم مهارات الاتصال حلو لان حضرتك هتتعامل مع كل قطاعات الشركة من اول الاستاذ بتاع الباركنج العربية تحت الى رئيس مجلس الادارة تمام حضرتك موجود مع كل الناس دول تمام ومن ضمن احد المشاكل اللي خلط تعتبر old fashion دلوقتي اللي هو ان المدير قاعد في قضاء مكيفة لا حضرتك المدير بيقوله رائع على الجاكت وانزل مع الناس اه ده اللي هو الفارق بين المدير والقائد بالزبط كده خلاص بقى انتهى الستوري بقى بتاعت ايه close door management اللي هو الغرف المغلقة والقرارات المغلقة والايه والهليكوبتر فيه اللي انا بصص على المشاكل من فوق عايز بس اجعل نقطة حضرتك الاولانية ايه الفارق بين الموارد البشرية والتنمية البشرية فانا كقسم الموارد البشرية من ضمن وظيفي وظيف المكلف فيها ان انا اضرب العاملين في الشركة فبعمل حاجة اسمها بيسموها train of need analysis كل موظف محتاج ايه ممكن واحد محتاج حاجة فنية زي شغل ماكنة ممكن واحد محتاج حاجة عنده مشكلة في الحماس في الحاجات زي دي تمام قد احتاج ان انا اجيب اخصائي تنمية بشرية لمجموعة من الموظفين يشرح لهم حاجة يعني انت بتحلل اول بتعمل بنحلل المشكلة بتاعت العامل ده في ايه تمام بتحط خطوات الحل بنحدد هو محتاج training ايه بالزبط وبعدين احط له خطوات الحل انت عارف انت بالنسبة انت اهم قسم في الشرفة كلها لانك بتحتاج مع الناس كلها انت القاعدة اللي بتبين عليها لو تسمح لي اقول لحضرك في عجالة تطور لا اقول ايه اذا الموضوع مهم اتفضل تطور الموارد البشرية ابتدى الاول كان عارف حاجة قسم الشؤون العاملين بتاع زمان والارشيف اه بالظفت كده وافلام ناجيف رحاني والحاجات القديمة دي بعد كده حاجة تحول لحاجة اسمها بيسموها موارد بشرية ابتدى يبقى تحتية الفينانس وتحتية جزء من الفينانس المرتبات والتعاينات والاستقال النهاردة حضرتك احنا بنتكلم في حاجة ادفانسد اللي هي بيسموها بيزنس بارتونر اللي هو ان المدير الموارد البشرية بيقعد مع رئيس مجلس ادارة الشركة عشان نحط الخطة الاستراتيجية اللي الشركة هتشتعل عليه السنة الجاية بمعنى قد يكون مثلا من طموحات الليدر بتاع الشركة مثلا يعملوا حاجة معينة يجي قصة موارد البشرية يقولك لا انت عندك دفكت في النقطة دي مش طاير تعمل ولكن مسلا انا عايز اوصل بضاعة بتاعتي ولكن حاجة مسألة بسيطة بضاعة بتاعتي الاسوان فييجي ولا بتعملات بشرية انت ما عندكش تقدر تجيب سواء يقدر ياخد العربية من القارة الاسوان اذا الفكرة دي متتنفس هوا انت محتاج موصفات زو موصفات معينة انت محتاج سواء او موظف زو موصفات معينة هوا انت ممكن تجيب حد ييجي عشان كده اعتقد ان انت اي موظف بيجي يلتحك بالشرق اللي لازم انت تتقابله ما انت اول خطوة حضرتك بتعمل مع الكيلي درز او سواء كان رئيس مجلس ادارة او المدرين حطنا الخطة الاستراتيجية بتاعتنا باول السنة احنا محتاجين ايه كمان باور خلاص انا محتاج كم واحد موصفاتهم ايه ده الجود ديسكريبشن مقالوها موصفاته هيشتغل فين هيعمل ايه كل القسم فيه كام وامت يعني انا ممكن اكون مش محتاجه من يناير ممكن اكون محتاجه من نص السنة حسب الخطة اللي انا ماشي به طيب انا عملت انترفيوتو او تالنت او بسموها تالنت اكوزيشن جبتو من شركة تانية اديتو اوفر احسن مون بقى عندي في الشركة طيب ازاي احافظ على الموظف ده دي برضو مسؤولية اللي جزء من انا حافظ عليه الترينج اللي جزء من الترينج ان انا قد احتاج مساعدة من تنمية بشريك هو يشهر حضرتك ان هو بيطم باضافة ليه اضافة في الشركة هو بيحصل لده فيلمون تمام بيتطور تمام يعني بالنسبة هو مش شرط الموظف اللي عندك تبقى القصة بالنسبة لي كلها قصة مادية تمام خلي بالك فكرتني بحاجة ان انت النهاردة انت الموظف اللي عندك اللي بيشتغل بتدله ترينج كورس وبتدله فلوس لانه ده بيبقى يوم شوكل اكيد لو راح خد ترينج كورس ده بحتة تاني برا هيعمل ايه هيدفع جامل هيدفع فلوس هيدفع كتير فلوس هنا بالمناسبة هو استفادة استفادة مادية بترية غير مباشرة اقول لحضرتك ليه ليه قطاع الدواء بالتحديد بيعمل كده صناعة الدواء بيسموها massive information هي صناعة كسيفة المعلومات بمعنى الطبيب حضرتك بيتخرج من كلية امتياز ويقعد يدرس طول عمر ده الطبيب المصنع بتاع الدواء حضرتك بيطلع الموليكيول اللي هو ممكن ينزل يشتغل سنة اثنين ييجي بعد كده حاجة اسمها guideline يقولك لا الموليكيول ده معلش هتوى على جنب هنعمل موليكيول تاني فاصبح طريق تصنيع الموليكيول نفسه مختلف طبع فالدكتور بيقعد يدرس الصيدالي في الصيدالية بيقعد يدرس أدوية جديدة الصيدالي اللي في المصنع والكيميائيين والعلماء بيقعد يخترعهم مركبات جديدة العامل حتى كان شغال النهاردة على كابسولات بطريقة معينة النهاردة بيت كابسولات بطريقة تانية كل ده بالنسبة بيشتغل مع ماشين مع آلات انما انت بتتعامل مع نفس بشارة انا بتكلم على البنيادة اللي بشتغل الماشين ده هو متعرض لمتغيرات فلازم انا كقسم عورة بشرية احافظ عليه في الطوب بيرفورمانس اعلى درجات الكفاءة اللي من ضمنه ان انا حافظ على التدريب بتاعه تمام كونتينووس على طول ادوكيشن وانجوب ترينين كمان ان انا يعني مش لازم اخده بره في قاعة واسبوع لا لا خالز او هو بيشتغل بنتور بنتوره انا عايز بس اقوله على حاجة خلينا ناخد برضو دايما في البرنامج بتاعي بربط الجانب النظري بالجانب العمل تمام تمام وانا هنقل لك نبض الموظف اللي شغال في شركة دوا انا النهاردة شغال في شركة دوا عندي مشكلة اول حاجة هلجأ المفروض الناس عارفة ان هي بتلجأ لقسم تنمية الموارد البشرية صحيح كده لجأت لحضرتك طبع حاجة بتقابلني اول حاجة ببتتسام اذا بحاجة كده لازم بتتسام انت موجودة اكيد ايه الخطارة اللي بدي بشيها معي تمام انا عندي مشكلة تمام فالمشكلة دي مأثرة على انتجات في الشغل تمام الشغال دي لو تلاحظ في المقدمة انا قلت ايه ان انا عرفت عن طريق الصوت ان في شركة دوا وشركة دوا كبيرة عندهم مشكلة اه اه وخبال ستك اتا النهاردة الدور بتاعك ايه تمام الدور مش قبل مش ساعة المشكلة دي ما حصلت او ساعة ما الاستاذ الزميل ده جالي مكتبي لا هي الدور قبلها قبل النقطة دي حضرتك وانا دي حتى بنصح كل الزملاء والشباب الجديد اللي بداخل في قطاع العمل في الادواء ده حضرتك اعرف السيستم يعني عايز اقول لك يعني قد يصل الى 90% من المشاكل سببها كلمة واحدة اسمها اويرنس انه هو مش عارف نظام الشركة اللي هو فيه سببها يعني اناس ممكن تأصير من مدير وتأصير منين فلو سمحت اعرف النظام بتاع الشركة ايه بالظبط او ممكن يبقى تأصير منك او ممكن يكون المسج او ممكن يكون قص مرد البشرية ما عملش هايلايت على الحتة دي ما وضح لهلوش لا انا مفروض من day zero بوضح له القصة دي بيبقى على فكرة في معظم الشركات كلها فيه عندك بوكلت للموظف فيه يشمل اهم البوليسز اللي ممكن او السياسات اللي بيشتغل عليه فهو بيعرف انت لبتحط الجوب ديسكريبشن اللي هي المهام الوظفية بتاعته ما احنا نيجي بالخطة وقال ناية ما احطيتش حطيت الخطة الاستراتيجي بتاعتهم فانا بحط ساعتها ايه الجوب ديسكريبشن بتاعته انا هحتاج هحتاج مثلا صيدالي في قطاع قوليدي كونترول غير هحتاج صيدالي في الانت غير هحتاج كميائي في المعمل غير هحتاج مثلا منذوب دعاية غير هحتاج امين مغزن فهو بيبع عنده الجوب ديسكريبشن بتاعته عارف ايه اللي مطلوب منه فرم ايه تزد مقابل السلري ده في حدود السياسات دي عشان كده بعض بعض الاخطاء اللي بتحصل قد يتخيل يعني بعض الزمين انه هو لو ساب شركة اكس راح شركة واي مثلا عشان هناك السلري اعلى ممكن مية امتين خمسمية لا تشعرش نوكن ما ينجحش هاي ما ينجحش ليه لان لا انت ممكن نجحت في الشركة دي بسياساتها بالسيستم بتاعها لا ده هو ممكن جوه الشركة اتخلت لها وحد يقولك انا عايز اترقى انا عايز اترقى فده بكل نقول الناس اللي عندك نحب تبدل زي ما انت ناجح ولا تترقى وتبقى فاشل دي معادلة تمام خلي بالك اي اصط اي اصط اي برضو الترقية دي لازم يعارف هو راح فينه جاي من ليل خلينا اقول لحدك نقطة في نقطة الترقيات دي اولا فيه نقطة عايز انتفع عليها ان من ضمن اهم ادوار القسم الموارد البشرية هو انتاج صف تاني في الشرك ان انا يبقى عندي مدير نمرة اتنين في كل دبارة وانت في كل حت من اول اذا اقول لحضرتك من اول يعني الاستاذ اميلي بمغزن لحد ديناي برئيس مجلسة الادارة عايز ما عندي واحد رقم اتنين فانا من مصلحتي ان يبقى عندي الشخص ده اللي هو فعلا عنده الانسوسيازم ان هو عايز يترقي نقطة نمرة اتنين ان انا اديله تطوير واتوره ان هو بقى جاهز يترقي ترقي ازاي بقى احفاظ راتك بتحط سيستم للترقيات في نقطة ما انفاش عديها اتفضل اللي هو رقم اتنين اتفضل لو تفتكروا احنا في الحلقة من ثلاث حالة كنا بنتكلم على مشكلة قطاع العمال الدوية من ضمن او اهم مشكلة في قطاع العمال الدوية ان هو ما فيش الصف التاني ولا التالت ما فيش الصف ولا التاني اللي دوك رحمد بيقوله النهاردة لازم يعندي الصف التاني او التالت انا يعني هقول لحضرتك نقطة معلش شخصية شوية برا انا كنت برا مصر في احدى الشركات السويسرية وبعدين جيت اعمل انترفيو هنا فقالولي الاسطاف اللي انا شغلت معاه امبارح برا النهاردة بقى مديرين ده مدير في حتة فلنية ده مدير في حتة فلنية ده نجاح ليا طبعا ان كل الاسطاف اللي انا شغلت معاه انا بشكرهم كلهم ان هما زمايلي ان احنا نجحنا سوا وهم بسم الله ما شاء الله النهاردة كل واحد مدير في مكانه ده اعتبر نجاح حضرتك كونك تعمل صف تاني ده جزء من نجاح الشركة شركة ككل على فكرة يعني قسم ورد البشرية بيحط خطة لكن بينفزها المدير التكنيكل اللي هو في مكانه تمام تمام فبالعكس السؤال بقى حضرتك اللي هو بيبقى عايز يترقى ده انا احط له سيستم للترقيات ويكون فير طبعا عشان الوقت يجير بسرعة اتفضل انا مدمنا دقيقة وعايز درجع تاني للموظف اللي جالك اتفضل اللي هو عنده مشكلة وانت قلتين فقط انا اتعامل المشكلة من قبل كده اه فانا بحط كل من السياسات واللواحة والسيستم اللي ما تحصلش المشكلة طب اوكي حصلت نمرة واحد اعرف هل هو اوير هل هي فعلا هل هي فعلا هل فيها مشكلة هل فيها مشكلة اويرنس ولا موجودة ولا لا نقطة نمرة اتنين هل مشي مشي اتبع البوليسي بتاعت السيستم بتاعت الشركة ولا لا نمرة تلاتة الخطأ جي منين ممكن من عند الموظف من عنده مديره من عند الإضاءة خطأ صدفة ولا خطأ متكرر ساعاته هيكون رد فعلا طب نشكله لو الخطأ في الموظف اللي جاي لك تمام حضرتك سويا تبقى أصعب حاجة لا 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 لان الخطأ لان الخطأ لو في الشركة هو اوكي هننتكلم مع الشركة نغير السياسة لو في مديره هننتكلم مع مديره لما الخطأ يبقى فيه حضرته اول خطأ حضرتك هننشوف الموظف ده هل هو اوير فعلا هو عارف ولا مش عارف عارف انه عنده مشكلة اه 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 ممكن حيث مثلا معاد الساعة 8 هو بيجي 8 و10 ومش واخد بلو معاد الساعة 8 فسعية هبقى لافت نقصة بس خلي بالك هنفهمه بقى نقض معا نشرح له السيستم بيمشي ازاي هل ربيت وانت بتضحك عن معاك نا اكيد لازم بتضحك خلينا انت حقول لحضرتك نقطة عارف حضرتك نظرتك جبل التلج او حتى انت عندك شايف موظف عمل مشكلة انت تبقى الان ان فيه 9 ممكن ما تشايفه صح انت شايف 10% بس صح فبناء على الانترفيو ده مع الموظف ده حضرتك شود رومان دي الشركة كلها هاي ان المشكلة دي يا جماعة حصلت نتيجة ان احنا ما خدناش بالنا من النقطة فلانية حتى ممكن تجيب يعني ايه دبلوماسيا يعني غلط عندك احنا جماعة نسينا نقول لكم انه مش هارف ايه دبلوماسيا يعني فبتعملها جنرال انت بتجيب ميتن بتعمل جروب ميتن بقى اه لان اوه ممكن المشكلة اللي عنده انت بقى عنده ناس انت بقى عنده ناس انت حديك مش عارف اه وانت حديك مش عارف عارف حديك معظم النار بالموستي صغر الشرر مفيش حد يعني جيزة صبحية حصلت مشكلة كبيرة حصل انفجار في حاجة معينة فانت تاخد المشاكل الصغيرة وتقدر ايه تعمم بحيث تمنع انها تكررتين وانا ممكن اقول حاجة في الاخر اتفاضل ايفان انت انت بتكلم على ان تنمية موارد بشرية وتدريب اساسي تعرف ان التدريب ده هيخدم على الموارد المشاكل عندك عارف ازاي بطريقة مباشرة ازاي اكيد النهاردة لازم كل 3 شور انا بتكلم من موجة نظر فوقحينك استاذنا في الحالة تدريب اتفاضل انت النهاردة بتعمل سيلينج سكيلز بتدي سكيلز للموظفين اللي عندك بس هو مش الغرض لسكيلز عارف الغرض ايه انك تسمحهم اكيد خلي بقى تسمحهم communication meeting حضر علي يعني هو ظاهرين يبان ان ان النهاردة احنا هنعمل meeting عشان ندي سكيلز معينة او develop point في حتة معينة وانما هو الغرض لسانك تسمحهم انت حضرك احيانا حركب وانت بتدي session لناس حضرك بتبقى induced problem يا جماعة لو حصلت مشكلة كده هنعمل ايه عشان تسمع الناس هتقول ايه ورأيها ايه اصلا انا اسمعت لحضرتك النهاردة تسلا وعايز اقول لك القاعدة معاك كانت انا محسنش بحاجة بجد وما شكرا وعايز اشكرك لان انت اصرت نقطة انا كنت ببحث عنها من ضمن مشاكل قطاع العمل الدوائي صافي التاني او التالت اكتشفنا ان دي ممكن تبقى main job description او المهام من الوظافة الاسائلة لإدارة الموارد البشرية ترجمة بتاع المدير دكتور رحمة الدرويش مدير الموارد البشرية والتدريب لأحلى شركات انا بشكرك جدا شكرا يا فاند وعايز اشكرك على اتصالك انك كنت محريس جدا انك بعد التنمية البشرية تيجي تتكلم عن الموارد البشرية ونصيحة لكل الناس مش اي حد من الناس بيشتغل في الموارد البشرية لازم يبقى عنده بتسمع حلوة شكرا يا فاند رحمة اعز اشكرك وعلى عمل اللقاء في حركات تانية ان شاء الله بإذن الله نخش بقى في الموضوع التالت النهاردة في الضلع الاساسي في المسلس الصحة والغذاء وهو المسلس الصحة والعلاج هنتكلم عن الغذاء فوصل ونواصل